الأحد سيزور الوزير أنتوني بلينكين المنطقة ويلتقي نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني هل نعرف ما الذي يحمله ربما أو ما يحتمل أن يحمله معه؟ الواضح أن الإدارة الأمريكية بعد الاستعانة بطبيعة الحال بالأطراف الإقليمية لإنهاء هذه الجولة من الصراع تريد أن تطلق عملية سلام شاملة وحسب ما نشر اليوم في الصحف الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين في الإدارة الإدارة الأمريكية تعتقد بأن الطريق لإحياء حل الدولتين يكمن في استعادة غزة مرة أخرى إلى حاضنة منظمة التحرير الفلسطينية وهذا يتطلب بالدرجة الأولى ما وصفه المسؤولون بإعادة إدماج حماس إعادة إدماج حماس وتغييرها بالتالي أن تصبح جزءا من المنظمة أن يسمح للمنظمة بالدخول وممارسة أدوار في إدارة المؤسسات في قطاع غزة بحيث يطمئن الطرفان الذين يفرضان الحصار الآن على غزة بشكل أساسي الإسرائيليون والمصريون المشكلة كما تراها الإدارة الأمريكية وكما هو واضح هنا هي أن حماس في سياستها الحالية لا تتوافق مع الرؤية الأمريكية عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل الولايات المتحدة تريد أن تستخدم أموال إعادة الإعمار كأداة دبلوماسية عوضة أن تكون مجرد واجب أخلاقي وإنساني وهذا أشير له بشكل واضح اليوم في الصحف المساعدات ستصبح مشروطة بتغير حماس ستصبح مشروطة بأن تتحول أو تصبح غزة مرة أخرى جزءا من الضفة الغربية في المعنى السياسي أن تتغير حماس بطبيعة الحال ومن ثم يصار إلى إقناع الأطراف الإقليميين المصريين والقطريين بإخبار حماس بأن هذا هو الخيار الوحيد للمضي قدما على طريق الوصول لحل الدولتين بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية وجه لها انتقادات واسعة في الأحد عشر يوما الماضية بسبب ما اعتبر تلكء من الإدارة الأمريكية وعدم مضوح وانحياز لإسرائيل لكن اليوم التسريبات التي نشرت في الصحف الأمريكية عن دبلوماسية ما وراء الكواليس إذا جاز التعبير التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية يبدو الأمر وكأنه كان مقصودا الرئيس بايدن لم يكن يرد أن يدخل في جدل على العلن مع الحكومة الإسرائيلية وبقية الأطراف وكان همه الأساسي أن لا يتكرر سيناريو 2014 حين استمرت الحرب على غزة أكثر من خمسين يوما كان همه الأساسي إنهاء هذه الجولة بأسرع وقت ممكن وهو تحاشى أن يكون قاسيا مع نتنياهو أملا في إقناع نتنياهو بإنهاء العملية في أسرع وقت في نفس الوقت كانت هناك اتصالات مكثفة مع الجانب المصري ليقوم المصريون بالتحاور مع حماس سيمو أن حماس مصنف أمريكيا على قوائم الإرهاب والولايات المتحدة في العرف السياسي لا تتفاوض مع الإرهابيين كما تصفهم وبالتالي عهد هذا الدور إلى المصريين للعبه وأيضا أطراف إقليمية أخرى مثل قطر وتم الوصول إلى وقف إطلاق النار كما ترغب الإدارة الأمريكية الآن الإدارة تقدم هذا باعتباره مكسبا سياسيا للإدارة الأمريكية لكنها تريد البناء عليه عبر إنهاء ما تعتبره أزمة في غزة أزمة إنسانية تعقد الإدارة أن السبيل الأوحد لحلها هو بإعادة الإعمار وتغيير حماس هل الرؤية في واشنطن يا عماد الرؤية لدى إدارة جو بايدن أن إسرائيل راغبة في ذلك راغبة في إعادة إطلاق العملية السياسية قابلة لأن تعطي شيئا لأيذ كي تدفع أو أن تدفع أثمانا سياسية لهذه الرؤية الأمريكية بالمطلق لا الرئيس بايدن كما نعلم رجل لديه خبرة بالأطراف الإقليميين رجل خدم في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس وخدم ثمانية سنوات كنائب للرئيس أوباما الذي امتازت علاقته بنتنياهو بالمتشنجة ولم يكن على وفاق مع الرئيس نتنياهو كان ربما حتى لا نبالغ إن قلنا أنه كان يبغض الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي فالإدارة الأمريكية في غالب الأحوال مدركة إلى أن رئاسة الحكومة الإسرائيلية الآن يمينية وهي متعنتة فيما يخص أي ملف للتسوية والإدارة الأمريكية بطبيعة الحال وإدارة أوباما أيضا كان لديها انتقادات شديدة للاستيطان وهي تعتبر أن الاستيطان يقتل هذا المخرج مخرج حل الدولتين لكن مثلا هادي عمر نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي جرى إرساله خلال هذا العدوان الأخير لإسرائيل ويحاور الأطراف هناك هو باحث في الأساس أكاديمي مختص في هذا الشأن وقد نشر الورقة تحليلية معمقة حول غزة وكيفية الطريق لإنهاء الصراع في غزة وقد تحدث عن كل ذلك تحدث عن ضرورة إجلاس فتح السلطة وحماس على طاولة للتفاوض حل الخلافات بينهم إعادة إدماج حماس في المنظمة إدخال المنظمة إلى قطاع غزة ومن ثم إدخال حتى اليو اس ايد منظمة التنمية الأمريكية بشكل مكثف داخل القطاع وأن يكون تواصلها مع كبار الموظفين في الإدارة الأمريكية أن يكون الوجود الأمريكي بعد انقطاع ربما دام 14 عاما أن يكون أكثر كثافة داخل القطاع لضمان أن لا تتكرر مثل هذه المواجهات في المستقبل